هذا البرنامج والصاخر أبداً الواقع هو اللي صار مسخرة على الآخر وضحك على التقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شي المهم قلت بأشكي عليكم قليل وبالمرة أقول للمشاويين وششش ولا نخص السلام عليكم السلام سبتمبر يقمهوري إلى كل قلب يمني حر في اليمن وكل بقى على الأرض نقول غمة انقلاب وباتزول وباتزول وقمهورية ومن قرح يقرح السلامين على المسلح وأخرج من الشاع بججالة من كان بظل ما يربح لازم تغير فهل حالة جمهوري ما الشارع يقرح 26 سبتمبر لليمنين عهد في كل ذمة لأن ثورة اليمن الأعظم ثورة ألف عام إيه والله ألف عام وأكثر كما قال المشير السلال الله يرحمه ألف عام واليمنين يتراجزوا هم والكتن والقاوقات كلما ضعف اليمن ودولة اليمنين بتفرق نكاية اليمنين عند عجل المشروع الإمامي اللي عامل زي الفايروس الخبيثة يكمن لمن يضعف القسم ويظهر حمه وسقيع ورعشة وطرش وقاوقات ألف عام وكل خمسين ستين سنة يطلع لنا دولة المدالس بتشعبة الولاية وهاتها مجازر ودمعك كانت 26 سبتمبر وأهدافها العظيمة ومبادئها هي العلاق والكرامة لليمن ولما تراخ الناس عنها ظهر هذا الدكاكة والعماء والضماء انقلاب البردقان والحروز والزوامل والشخوة وحسن زين لكن كيف تم الموضوع؟ بقول لكم لما ما قدروش لدولة ثورة 26 سبتمبر من خارجها ما كانش قدام كل عداهم إلا التزريقة دوروا مهرب محترف يقوم بالمهمة وين خرى الجمهورية من داخلها وكان سبع البرنبة قاهز وأنتم عارفين كيف زرق دي الفارق 33 سناء والمخلوع يخصب اليمن لعودة الإمامة وبلاويها إما الإمامة لنفسه ولا لمطلع وسبحان من رد العوائد لأهلها 33 سناء فرغ الجمهورية من معناها وردها حكم وراث فاسد أفسد القضاء والوظيفة العامة أشاع التوريث من أتفه وظيفة في الدولة إلى السلك العسكري والدبلماسي كمهورية عوائل ممنوع دخول العزبان كل الوظائم حق الآباء محقوزة للعيال ابن الضابط ضابط وابن القاضي قاضي وابن الوزير وابن المالي يا مالي يا مالي وحتى وظائف التلفزيون اليمني كانت وراثة ابن المصور مصور وابن الإضاءة يسرق وابن الرعوي يبقى رعوي منبوط بلا حلم ولا فرص وعادي عادي قدم 33 سنة يخص بهم عشان لما يوريتها الحكم الجمهوري لابنه يصير الأمر نورمال نورمال يصبح عادي عند الناس طبيعي الكل متورطة وما لها الأحمد علي شابع من بيتهم سارق أيوة افقد شبع شرقة خبرى زي أبوه ولما قامت للمخلوق ثورة الشباب ثورة 11 فبراير وقطعت عليه طريق الإمامة أبو كرفتة وطالبت باستعادة روح القمهورية قام عرضها مئة سنة لا وراه لا لي ولا لك ولا للبطاب أتباعه داعزين 30 سبتمبر متشجين قل القمهورية قل الزعيطه باس بلا سبعين بلا ضباط أحرار بلا أبوه كل التاريخ المزور اللي تعب علي الشاطر في تلفيقه للمخلوق 33 سنة وخلاص الميري ولبس الزنة والكل يتبردق ويزومل قال لك هذا العكفي كم من أبطال السبعين ولا من أبطال الدكتال ولا من أبطال بكمون يعمل كده في نخص قلب عكفي إمامي وبعد سيدي بعد الصف والعطوان عمل الأمور فورمات وسلم للكوتن كل شي هذه هي قصة الجمهورية والانقلاب الحوت عساشي باختصار ممل كان قصدهم قد الناس نسيوه 26 ستمبر خلاص قاهزين لا إم منتظرين الخلاص والإنقاذ من القاوة قاد ودعت جمهوريتك خلاص انتهت تلاشت ما علها ولا خاجة ما عفض منها ولا خاجة كلا وحاشة يا شخوة كانت شعلة يتيمة للكشافة في التحرير في رأس السنة يحضروا كم منها ارتون اليوم صارت شعلة في كل قلب وقرية وبيت ومدينة وإنما كان في كل يمني في الكرة الأرضية احتفل بزبتمبر هذا من سرير المرض بالسعودية احتفل وهؤلاء في قبال نهم وهؤلاء في عقور أشعلوها وهؤلاء بمقرب وهؤلاء بتعيز ودولة ماليزيا والصين وأمريكا وبرلين وغيرها قالك بددد عاد سبتمبر اللي انت عاش عاد سبتمبر اللي انت عاش في النفوذ وأشرقت له شموس وأكبركم غصبا عن أنوفكم تحتفلوا مرغمين عسى أنكم تزرقون نثرتكم وسط الاحتفالات كذا سبتمبر خلاكم ساء إبليس يوم عرفة مصارع وأخص ما عرفتوا تنتبهوا من الرقم ولا ترقموا أنفسكم مع الناس تحية لك يا سبتمبر الذي أحدث تحولا كبيرا في حياة الشعب اليمني العظيم أحدث تحولا سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاطيا قلتك خلا تقول والله يا بقي أحدك يا عم في الحودي مش اللي قلتها تكاف لا لك ولا عليك وفورت الزوغة بالتاني الآن ذكرت سبتمبر بعد سنتين انقلاب مع الإماميين طلعت اللقاء بحف ورقعت تغازل سبتمبر اللي نكافته وبعته شغلات العقفي طوالت عليك حبيتين دخلوك سرداء بتاح الدروم ما تلقاش وين تتغسل مش اللي تتعالى أيوا ثورة الثالثة والعشرين من سبتمبر قدمت الآلاف من الضحايا في سبيل انعتاق شعبنا اليمنى العظيم من الضلب والاستبداد الذي جزم على شعبنا أنت أكبر قاثوم ثلاثة وثلاثين سنة وفوقها ثلاث سنين انقلاب وعاد مدري كام اختباء ثورة ستة وعشرين سبتمبر قدمت وعطاعت لواحد مثلك مهرب مزرق يحكم لكن الهيين هيين حكمت فضلمت فخلعت فخنت فنزلت الفدروم تدورّتْ زبتمبر وتقي صوتك لا يرغش السيادة كثيرك بس ونطرحم على شهداء ثورة السادس والعشرين مستمبر والرابع عشرون أكتوبر والواحد والعشرين مستمبر الذين سقعتوا في مواجهة العجوان البربرية الغاشرة شوفوا شوفوا مسرع بدأ بالتزريكة خفيف يد وأقل بعد خرف لك سكتبront فدرومك أنت والعظيب عصد لك عظيب كيف كيف قلت لي يا ثوار إيش؟ شهداء ثورة السادس والعشرين مستمبر والرابع عشر من أكتوبر والواحد والعشرين مستمبر الذين سقطوا في مواجهة العدوان البربرية الغاشمة شفتم التزريق كذا كان يسوي بابو عسكري في المخاء وسط البصل نسبتين وتزريقتين في قملة في قملة عفوفشية واحدة حراب حراب ابن مهرة على الخضعان بسا الأولى يقمع شهداء سبتمبر وأكتوبر بمتبردق الإنقلاب على ثبرة سبتمبر وأكتوبر ويترحم ميكسة فخفخين عفاشية سبتمبرقية مو أقيت أعمالي سبتمبر شبيه زي عفاش سأحب الدوشان حب غموري وحب انقلابي وحط في الخلط واشراب يا مؤتمري شراب والتزريقة الثانية وصف سرعة انقلاب واحد عشرين مارس قال له الذين سقطوا في مواقعات العطوان البربري حرام ما بربري خير عكتا ذولك سقطوا بمدبح وشملان وشارع الثلاثين والستين وهم قطعوا مصنعات قبل العطوان قولتك بستة أشهر شوف يا مؤمن شوف يا مؤمن على إخلاص في العقفيدة لأسياده شي مش طبيعي مش الله يكشح مقاتلهم في جهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر اللي يزور الأعداث عيني عينك وخلهم يواقعوا العطوان من قبل ما يبدأ من ستة أشهر ليش يا حوتي تشتيت تبرمو؟ خلي بال معاك وحوتيك أيها الأحرار يا ثوار الستة وعشرين ستنبر والرابع عشر من أكتوبر تحية لكم أينما كنتم؟ إيش يا اللي أينما كنتم؟ الله يحد حربطونا قد قلس ثلاثة وثلاثين سنة تشعتل بالأحرار شعتال ما حتبقيت واحد منهم بقلب ذلك اللي بقوا على الإمام ماتوا في أيامك تشريد وفقر وملاحقات ومراقعات على حق الدوى ماتوا مفقود في من مصائبك يلي ما تستحي على وقهك الأول والثاني مكنت لهم الشاطر وبيدر شن تفهم حتى التاريخ وزرقت روحك بينهم بضفعك صميل يا صميل لا سبتمبرية قال لا أينما كنتم؟ يا من تحمل رؤوسكم على الأكث في مواجهة هذا العدوان الغاشم عن نصر لكم مثلما انتصرنا في السبعين على مو؟ على الأكث؟ أحليف؟ وفين قلت انتصر؟ في السبعين؟ يا راجل قل بغيرها عاد قبل أمس تروقوك في السبعين قدام الله وخلقوه لما عمر قفاكا وهذا هو مقابقط بالبدرون لليوم معتش سميت عافية ووو حمالي قال لك أنتصر في السبعين؟ هاي شوف يا عباش فاي سبتمبر ما يقتلش نفسه بأمثالك والسبعين ما يُخذلش اللي دافئوه عنه اللي كان عقفي ولا مخبر متسوس بالستينات؟ هو أخوه واندعس هناك ما يمجعك فيه مهما غالب وقد شفنا بداية قزاك وسبحان الله من اللي بأت وخنت لهم سيعودوا مثل ما عادوا لملائهم من المرتزقة الذين واجهوا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخارج سيعودوا سيعودوا بس بعد ما يصعوتوك سيعودوا في الإعلان وينظهروا ويلعنك التاريخ خلونا نطلع فاصل قال لك علي عفاش يحتفل بستة وعي الجرين سبتمبر لا عاد أصحابك مصدقين لك ولا عاد خصومك ولا عاد دقائك العب لك بالضفع في البدروم لما انتحن ساعتك نطلع فاصل ونرقع نواصل مع ممطط ثاني بس هذا ثاني ثاني نبع للتحرير يلطف ميداني ابقوا معنا حيابكم ومرحبا قلنا انه من شدة عظمة يوم 26 سبتمبر ما قدروش حتى عداهم لهم يتداوزوه أو يقاهروا بعداءه ثلاث سنوات انكلاب على الدولة والنظام القمهوري ولما نيقي يوم 26 سبتمبر يتناصلين ركبهم يرقفوا يرتعشوا معاد الله يرقعوا يمزقوا ويملططوا ويحاولوا يخلطوا الأوراق ويعملوا أنفسهم أين كوين جمهوريين وناص ها الإمامي والوزير الحوثش الثاني أبو بوتي حسن زيد يغير بروفايله بالفيسبوك من أول الشهر بإطار 26 سبتمبر تبدأتك ويوم النكبة 21 سبتمبر يقلب وبعدين ليلة 26 سبتمبر يقوم يندع دبتين غازة من أبو 5500 والتحرير يعمل دافور مدري يا شو علت سبتمبر حفن هايش وشو علت هايش ودابور هايش تحتفلوا باليوم اللي قشع فيه اليمنيين بأرقوا لأبوتكم وتجدونا نصدق وتعالوا نشوف تعالوا نشوف المشهد المسخرة القاوقات في المنصة حسن زيد وشرف الدين والعاطفي والمتوكل والشامي والمؤيد هذولا في المنصة اللي يقدم الحفل مروني واللي يقرأ لوحة الكشافة الزدين ويقدموا اللوحة لوحة قولتهم العهد لمن نصوا مات الراع الراع طيب كان باتعزموا قليل يمنيين بينكم وقابوا جويا نعم انهم دباط لحقهم مش حامضين حتى للنشيدة الوطنية غالط لك غالط يحرك شفايفو يعني انه يردد نشيد والله ما انتم حافظين للصرخة المهم وقام بأبو البواتي حسن زيد شغال الموتور ولا بين المكروفون الناس يخطب وبدع بدع حقيقة بدع وبدع يزرق أنه ثورة 26 ستمبر هي أصلا حق القاوقات وهما الثوار الأحرار على الإمامة اللي حقهم كمان بما فيهم أغلب أفراد العسرة الحاكمة آنذاك وفئات الشعب المتعددة في تلاحم وطني جمع بين علي عبد المغني ومحمد مطهر زيد وعلي قاسم المؤيد وعلي قاسم المؤيد وصفر واخر المجولي والسكري وخفير واسولي واجهدي وطني والشراعي والشرعي والشامي والكبسي أجتمع أبناء الشعب اليمني وممثلين في صفوته آنذاك هاي قلت لي ذونهم صفوته آنذاك عاجر واحد يمني وبقيت عراس ستمبر قاوقات فرز شفتوا كيف التزريق على أصوله المخلوع بكلمته باصل حسن زيد قبل شعب الكرة وهذا ما صداقه شوت شوت يا أبو الكبات أهداف 26 سبتمبر ستة ستة لا غير وانت من أول سطرين بالهدرة حقا قد ندأت 40 لما اللصص الموتور وسط الكلمة واستمرت الثورة السمتبرية تدابع عن نفسها أصبرو 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 الرجال نصصوا تعابة الرجال نصصوا من قدر الخرطة تفو شغل تفو شغل وزور شكلا ما تطلع عقبة لم يكن الأستاذ الشاعر الأديب أحمد محمد الشامي يقل وطنية وانتماء للهوية اليمنية عن الأستاذ الشاعر العظيم عبدالله البردوني هذا الجامي اللي كان وزير خارجية القوى الملكية ومن أشد من واقع ثورة 26 سبتمبر يتساوى بالوطنية والهوية اليمنية خطة واحدة مع البردوني كويس يا أخبير إن المنصة ما نكعادش من قوات الخرطة هيا تعالوا تعالوا أسمعوا أشهر أبيات الشامي بعدما سخلتهم السعودية وقالت ما عاد ندعم الإمام المخلوع البدر أبلغ فهد في القصور العوالي أننا نخبة كرام أشاوس وإذا خابت الظنون بنجد فلنا إخوة كرام بفارس سنعيد الإمامة للحكم يوماً إن بثوب النبي أو ثوب ماركس فلنا أخوة كرام بفارس فارس دي يعني إيران من عام 1968 وهم بيتمسحوا بإيران إلا هوية يمنية ونصف هوية يمنية على كيفك هو هذا احتفالاً بـ 26 سبتمبر زي ما قلنا لكم نفس الاستراتيجية الحوتية لعودة الإمامة بالتدليس والكذب والخداع يعمل نسخة مبروبة من كل شيء من الله إلى اليمن إلى ثورة سبتمبر يزرق في بقهماعتهم يحطها بدل الأصل ليس هناك طارئ وآخر أصيل جميعنا نبتتنا من هذه نبتتنا من هذه الأرض المعطاعة نبتت لك نبتت ما رضيت عندك الكلمة تخرك زي الناس الخرطاء نفسي قالت ما ينفعش ما ينفعش أصلكت أمة الكلمة أصلاق الليسان حققت الخرطات جميعنا نبتتنا من هذه الأرض المعطاعة فعلا أرض معطاعة قبلتكم وآوات وأكرمات وقازيتوها بحروب ودمات وخراب وكتن 1200 سنة ولا رضيتو تنتمو قالسين تحت القاوقات تدورو ولاية ومسيدة فوق الناس ولا سبرت لكم باقي معك تزريق ولا تميت يا سحس حضارته ومجده من الإمام يحيا حبيد الدين ودوره التكويني لليمني الحديث عام 18 وتمسكه باليمن الطبيعية أوبه حتى يحيا عميد الدين كشحته لا ودوره التكويني لليمني حديثة دور حديث جداً كتن وقمل ومقاعات وطاعون أحدث من كده مفيش يا سلام يا سحس هذا وانت قايت تحت فيلم قلت لي بشعاء شو على الثورة 26 سبتمبر وتمسكه باليمن الطبيعي تمسك بأقوى قوتكم حق أنا والشاهد الله كده يبدأ معك الإمامي يشايرك ويبدأ يبرم لك برم دلا 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 لما نعطفك أنت وما معك وتاريخك وحاضرك وماضيك ودينك تحت القاوة وليه وحدي ونحن جمهوريون سبتمبريون شاء من شاء وأبا من أبا غطي على الهدف والنخنها حياك يا جمهوري حياك كده استقام هل حالك مسكول لناش وجميعنا جئنا من معطف السادس والعشرين من سبتمبر وجددناه في الحادي والعشرين من سبتمبر والنعم والتقديد أجيتوا بالإنقلاب اللا تضربوا له رند الولاية في البطنين يا أخي فهمناكم غلط إن علم التقديد يا زعس قال جئنا من معطف سبتمبر ما جئتوا له من قوخ الولاية والصرخة سبتمبر ما يخبش كتن أوقح من دي الكائنات ما بتلاقيش المهم وخلال الإخفاج حسن زيد بالتحرير قام الأطفال الكشافة قلبوها فوضة هتاف لليمن وسكتوا خرطوا أكثر من مرة إنما تعملوا تعملوا كمبلوا واصل واصل قد وصل خرقكم وإقرامكم إلى جنب القدار وتصص المهم ختم الحفل ضلفاء وتقنباء ورجع على الفيسبوك يخرق غلو وحقدو على ثورة 26 سبتمبر وإنها قتلت الأبرياء واعتقلت الأنقيا ويدور مدافع جماعية هذه محاولات حلف الإنقلاب الحوثي والمؤتمرين في التسطر بذكرة 26 سبتمبر والتدليس إنهم جمهوريين بانوا أمام الشعب القمهوري صغار منافقين كذابين كبير يا سبتمبر كبير كبير حتى بعد انقلابهم بثلاث سنوات أرغمت أنوفهم يطلعوا بهذا الشكل المسخرة كل عام وانتم سبتمبريون أحرار إلى اللقاء السلام عليكم وقوش ولا نقص اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة